المنديل خلاص أوشك على الانتهاء زي ما احنا متابعينه مبارح كان فيه يعني أو تم حسم أول طرف وصل للنهائي النهاردة احنا كمان على موعد مع مباراة المغرب وفرنسا المباراة المرتقبة الملايين بيتبحى العرب كلهم بيدعوا تقريبا عشان نحسم الطرف التالي هنتكلم طبعا عن رؤية يعني مباراة مبارح أو أمس وتوقعات لقاء اليوم مع ناقد الرياضي اللي بيناورنا دايما الأستاذ محمد عصام بونجور صباح الهنة صباح الورد صباح الفل على النادي الأهلي وكل متابعين منور قناة النادي الأهلي وسعداء بوجودك معنا وعندنا كلام حلو كتير حنتكلم معك فيه تعال قبل ما ندخل على ماتش النهاردة نتكلم على رؤيتك لمباراة الأمس كيف رأيت هذا اللقاء مباراة الأمس طبعا يعني للأسف سديد يعني كرواتيا أحبطتنا يعني مرتين بخروج البرازيل إن هي مناعتنا من المتعة إن إحنا نتفرج كنا على مباراة قوية ومهدت الطريق للأرجنتين وما لعبوش يعتبر مبارح يعني مبارح حتى لوكا مودريش مبارح ما كانش في الفورمة بتاعته منتخب الكرواتي كله ما كانش موجود حتى حرش المرمى برضو يعني كان فيه أخطاء كتيرة منه منه من الدفاع الحقيقة والدفاع ما منه من الدفاع في الوقت الثاني يعني ميسي كان زهر بمستوى طبعا تحس إنه كان عنده عشرين سنة مبارح يعني ميسي كله ما قرب للنهائيات بدأ يعيد تاني لذاكرة مارادونا في تحقيق اللقب لكن هل الأرزنطين هتقدر تستثمر ده في اللقاء القادم في النهائي هيبقى هيبان لأن برضو الأرزنطين عدد مشاركتها في كاس العالم برضو يعني محققات كاس العالم غير يعني حاجات بسيطة لكن الأرزنطين هل هتقدر تستمر ده اللي احنا نشوفه في النهائي لكن المباران برح كانت جميلة وبردو على حسب جين اللي هيلعبها في النهائي أتمنى المغرب أكيد هتختلف عن حسبة فرمسا أكيد طبعا لكن أنا هقول لحضرتك على حاجة أنا مش عايزة أخلص على يعني مطس المغرب دلوقتي لكن الحسبة في إيه ما هو برضو لعب منتخب المغرب ما بيلعبه في أفضل أندية في العالم أشرف حكيمي بيلعب في باريسسان زيرمان حكيم زياز بيلعب في السلسل الإنجليزي سايس برونو ياسين بونو المقاتل مرابط ياسين مرابط سوفيان مرابط كان نفسي أخوه نور الدين مرابط كان يبقى مسارك نور الدين مرابط هما طبيعة العائلة دي عائلة مقاتلة شوية لو هنرجع للذاكرة لنور الدين مرابط في مطس في مونديان روسيا كان هو موجود في القيمة كان حصل في مطس البرتغال على ما أظننا أو أسبانيا حصلت له صدمة يعتبر سيبر ارتجاج وأصر أنه هو يكمل المباراة ومراس يطلع ده غير أنه كان داكاترة كلهم كانوا منعينه في مساركة اللقاء القادم لكن عشان هو مقاتل لبس الكنع وقال لهم كتبوا سيطه قال لهم أنا لو حصل لي حاجة خلاص يعني فدى بلدي فدى بلدي ده نور الدين مرابط أخوه سوفيان مرابط اللي هو بيلعب حاليا في المنتخب المغربي من أفضل اللعيبة اللي في المنتخب المغرب أداء غير عادي يعني تحسن رمانة ميزان فعلا في خط وسط المنتخب المغربي لكن هنرجع تاني لموضوع الأرزنطين وكرواتيا كنا نتمنى البرازيل تكون هي موجودة البرازيل طبعا يعني يعني لنا كلنا خبت أمل أن البرازيل طلعت لأن معظم السعب المصري بيميله لكرة السنبا السوال البرازيلية للمهارة بتاعتها خصوصا كرواتيا أساسا ما كذبتش غير مباراة واحدة يعني كرواتيا أنا بشوف أن هي محترامي طبعا لكن لا تستحق أنها تكون في المربع الذهبي تعادلات هي وسط مربع الذهبي تعادلات مع عدم مصري كندا يعني إحنا ما شفناه آه هو فريق منظم لكن ليس فريق قوي يعني ما شفناه شكورة ممتعة من كرواتيا بصراحة وكمان أنا يعني على قناها بنقطة أن المنتخب اللي يقوم على لاعب واحد ده ما يبقاش منتخب يعني المنتخب كله قايم على لوكا مدرس كما ده حاصر إلى حد كبير مع الأرجنتين بجلالة أدراح لا بس فيها بعض اللعيبة ممتازة يعني أنت شايف دي يعني الأرجنتين فيه أسماء كتيرة يعني كلهم تلات ربع اللي جابه اللي جواني مباراة تفرج كله كان في الفورمة يعني اللي خلى واحد زي دي ماريا بيلعب في بريس سانجرمان ومن اللعيبة الممتازين جدا جدا قاعد احتياطي في اللقائن اللي فاته وبينزل يا دوبك المطس قبل اللي فات كان بيلعب نزل في الدعية الأخيرة أوليه فعلا دي ماريا ما بيلعبش أساسي يعني هل يعلاقة بالسن بس دي ماريا مش كبير لا دي ماريا مش كبير لكن بيقال إن فيه مساكل مع المدير الفني لاي وضع برضو كريستيانو نلضه مع البرتغال كان فيه برضو كان فيه مشكلة مع المدير الفني وده اللي خلاه أنه هو يعني المدير الفني ممكن يعني لدركة أنه يخاطر بالمنتخب علشان عنده مشكلة مع العيب سأقول لحضرتك على حاجة أنا بحترم جدا أي مدير فني يكون عنده شخصية حتى لو هو خطأ أو صح مدام هو بيتحمل المسئولية كاملة يعني أنا عندي لعيب دولي كبير مش في الفورمة بتاعته ما بيلعبس ما بيدينيش في المنتخب هحطوا أساسي ليه يعني أنا هحطوا أساسي ليه لعيب ده بيبقى يعتبر بيبقى عالي على المنتخب لو أنا أخد اسم كبير أحطه أضمه للمنتخب وما يعملش حاجة ما هذا برضو مش صح أنا أحترم أي مدير فني عنده رؤية بغض النظر هي صح أو خطأ لكن عنده رؤية أن أنا هاخد اللعيب اللي فدني هو ما فيس مدير فني عايز يخص المباراة يخسر هو شايف أنه فيه عنده رؤية معينة زي مثلا كريسيان ورنالدو في المباراة اللي هو كان قدام شوصرة كلبه الستة تمام اللاعب البديل كان لكريسيان ورنالدو اسمه متذكر اسمه أوي جاب ثلاث جوان طب فإحنا مش شر إحنا شايفين أن أنا شايف أنه أنا هاختر اللعيب اللي أنا شايفه هيديني في الملعب وهيمسي على الفكر بتاعي خشي بنا بقى على ماتش النهاردة والله وأنت أكيد برضو الماتش ده أكيد بالنسبة لك ليه خصوصية تانية إلى جانب متابعتك لقرة القدم وحبك لها اللي إحنا عارفينه إن زوجة حضرتك كمان من المغرب مظبوطة أه من دوقتي من الدر البيضة أستاذ وسعاد كتمنع التليفون كمان الأزواء اللي فات أه كانت موجودة هي صحفية مغربية هي عاملة إيه بقى اليوم الدور هي طبعا أنا بغض نظر أني بقعيس أزع فترات حياتي دلوقتي مش هتتكرر الحاجات دي أوي يعني مغربي على مصري على ميكس الاتنين بيتعاملوا أكيد تجيل الحوت على كزا على حرير أه نعم إحنا اللي ندفع في الآخر بس برضو يعني بس بتاكل حاجة بوضع أحلى أكل فراحة أكل أحلى أكل فراحة لا أهو الأكل المغربي روعة روعة هم حتى كانوا واخدين من أفضل المطابخ في العالم يعني أفضل صيف كانوا ياخد مغربي فهم أسدزة في الحاجات دي هديئة لك نعم الحلو كمان النهاردة أن أنت حتشوف يعني يعني زي ما أنت قلت كده أستاذ محمد فكرة أن أنت عندك لعيبة بتلعب مع منتخب المغرب ولعيبة بتلعب مع منتخب فرنسا وهما الاثنين بيلعبوا في نفس النادي بعد كده زي أشرف حكيمي ومين بابي بيلعبوا في باريس سان جرمان على فكرة أنا شفت فيديو لي وكان حلو أمين بارح جايبينهم هما الاثنين مصحاب جدا ومعارش الفيديو ده حضراتكم كلكم شفتوا لا لا بس هو كان نازل يعني على شبكة كبيرة صحفية وجايبينهم هما الاثنين بيتكلموا بيقولوا لهم توقعاتكم للمباراة فمن فابيب بيهزر مع أشرف حكيمي كان واي في جنبه بيقولوا بكرة أنا أنت صاحبي كل حاجة بس بكرة هتبقى معركة وهتبقى وانحة يعني قالوا أي والكيلوي يعني بيهزر فدي حاجة ودي حاجة طبعا هما الاثنين أساسا أصدقاء ولما جمت في آخر لقاء صحفي مع مبابي قالوا مين أقرب حد ليك قالوا أصرف حكيمي وشفنا فيديوهات كثيرة جدا جدا كان يعني علاقة جميلة جدا جدا ما بينهم هما وحكيم زياس بردو لكن أنا يعني عندي تفاؤل النهاردة غير عادي أن المجرب إن شاء الله هيكسب النهاردة يعني أنا شايف أن ما فيش حاجة نقصنا يعني أنت عندك اللعيب هو اللي بيلعب في باريس سان زيرمان أو بيلعب في السلسي أو بيلعب في أي نادي موجود عندك زميلو اللي بيلعب في منتخب فرنسا ما بيلعب برضه في نفس النادي هيا إحنا عندنا بس مشكلة واحدة إن إحنا نشيل من دماغنا الفكر إن إحنا كويس إن إحنا وصلنا للمرحلة دي الحقيقة المرحلة بشال الفكر ده بالفعل وليد الراجل أنا هقول لحضرتك على معلومة المعلومة دي يعني هي ذوقت مبارحة لتالي كان في فيلم مغربي من قديم شوية كان وليد الراجل كانوا بيتكلموا على المنديال وعلى اللي بيحصل دلوقتي وكان وليد الراجل كان هو مسارك في الفيلم أنا استغربت مبارح اتفرجت على الفيلم ونفس القصة اللي بيحصل دلوقتي وفيلم قديم ومسارك فيه ورد وليد الراجل فواضح أنه هو حتى في اللقاطة الصحافية قال لك إحنا عندنا طموح أن إحنا هناخد البطولة ودي حاجة جميلة جدا جدا دي لما ترسل للعيبة سويا نحاول نسيل الفكر العربي اللي عندنا أن إحنا الحمد لله لأداء المسرف كلام من هذا القبيل وأنا تمنى يعني أنا شايف أن المنتخب المغربي ده اللي هو وصل له ده من الصدفة لا طبعا ده بناء على ترتيبات عندهم اتحاد كورة قوي عندهم يعني منظومة رياضية من أول الجامعة اللي هي وزارة السباب عندنا الجامعة المغربية للتحاد كورة قوي لعندهم فكر أن هم عايزين نطورهم هقول لحضرتك على حاجة والمعلومة دي يعني أول مرة أقول لها أنا على تواصل مع بعض نجوم الكورة المغربية زي يوسف حجي أخوه مصطفى حجي على تواصل مع عزيز بودربالة بصير صلاح الدين يا حربي على الأسباق اللي أنت بتقولها أقول لحضرتك على حاجة أنا لما بقعد أتكلم معهم وبنتكلم يقول لك إيه يضربوا مثل دايما بالنادي الأهلي عايز أقول لحضرتك أن بصير صلاح الدين مصطفى حجي أنا كنت أعامل معه لقاء لروزال يوسف وممكن أنا أبعط لكم المنصور نفسه يقول لك أنا نفسي أضرب الأهلي نفسي أعمل أحسن منظومة احترافية هي موجودة في النادي الأهلي إحنا نفسنا نكون زي النادي الأهلي هما بالفعل بدأوا يمسوا على السياسة سياسة النادي الأهلي برا في المغرب سواء بصير صلاح الدين أو الناس دي كلها يتكلموا على النادي الأهلي فأنا شايف أنه هو أنت عندك هنا منظومة احترافية هي النادي الأهلي عشان كده بتحقق بطولات واصلين إحنا الحمد لله تالت برضو عالم بنسارك في أي بطولة عالم للأندية بنوصل لمراكز متقدمة هما نفس القصة بدأوا دلوقتي يوصلوا مع المنتخب حاجة زي كده لكن تعالى بقى نتكلم على حال الكرة للأسف الشديد إحنا قدامنا كتير عشان دلوقتي بقى نوصل للكرة المغربية اللي هما كانوا بيدوروا على أنه يبقوا زينا طب ليه ما خلينا نتكلم عشان ما يبقاش الكلام في العموم نقطة نقطة حضرتك بتشوف فيه فارق كبير ما بينه ما بين الكرة دلوقتي المغربية فيه كاتحاد وكمنظومة ايه المشاكل اللي عندنا في نقاط حتى لو سريعا هقول لحضرتك أولا اتحاد الكرة عندنا يعتبر ما فيش وجوه جديدة بدأت تظهر تطلع فيه اتحاد الكرة لما احنا نخلي فيه حد بتاع كرة وبيفهم كرة يكون موجود بغض النظر عن أسامي لكن ما ينفعش ان انا اجيب واحد معليش محاسب وما ليش علاقة بكرة القدم وخليه مثلا رئيس جيها ما ينفعش ان انا يعني امور كتيرة جدا جدا انا مش عايز اوضحها هنتكلم على سعيد الكرة سعيد الكرة احنا فين الاهتمام بقطاع النسيقين للمنتخبات تمام فين لعيبة كتيرة جدا فين الكشفين اللي موجودين للأسف ما فيش برضو امتى هنلاقي كلنا سايفين من منتخب المغربي أشرف حكيمي وحكيم زياس أسماء تقيلة جدا جدا دورهم جوه الملعب ما فيش حد بيختار تسكيلة لعيب يقولك انا عايز اللعيب ده معايا انا عايز المدير الفني ده كويس المدير الفني ده وحل ده ما بنشوفه برا حتى في الكرة المغربية انا اعتقد من اكبر مشاكلنا المدير الفني ان احنا عندنا تزبزم في فكرة اختيار مدير فني وهل الاجنابي افضل من المحلي ولا المحلي افضل من الاجنابي رغم ان المحلي نتائجه مع المنتخب المصري كانت افضل لما كانت تجربة قبل كده فالمصري كان افضل والمحلي لكن في مشكلة معرفش دايما في مشكلة مع المدير الفني للمنتخب المصري لسبب واحد لما بتخص العملية في موضوع المصالح وتخص مين صحبي ومين حبيبي ومين اللي انا اجيبه لأ وده وحس وده حل علاقتي بيه مش هقول حلو كحاجة فنية لأ علاقتي بيه حلوة علاقتي بيه وحسة لما داي اختفل من القرى المصري هتلاقي مدير فني كوي يعني البحسوبيات هي اساس يعني كابتن حسن ساحتة نيجح ليه مع المنتخب انا شفت لقاء مع كابتن واي الجمعة وكان محمد ابو تريكا كانوا بيتكلموا بيقولوا احنا ما كانش فيه فرق ما بين اهلي وزمالك ما كانش فيه فرق في المنتخب عشان كده المنتخب كان فيه حالة حب وحالة ترابط اما تعالى دلوقتي للأسف في السريد مفيش اللي يجمع المنتخب الاختيارات خطأ بنجيب ناش عمرهم ما دربوا منتخبات ومسكناهم مديرين فنيين منتخب وبنديهم الفات الدولارات تعالى شوف وليد الرجراجي بياخد كام في المغرب بياخد كام انا ما عرفش بياخد اذا كان هو بياخد انا مش متذكر المبلغ اوه بس هو في حدود يعني من خمسين للسبعين الف دولار تعالى اتفرج المدير الفني عندنا ميتين خمسة وعشرين مليون ألف مليون دولار ولا ألف دولار فعلا وتعالى بوش وليد الرجراجي محقق ايه وتعالى نشوف عندنا مش ازاي يطلع الاتحاد القرى الحالي يقولك ايه انا مش مسؤول ده اختيار الاتحاد السابق ويطلع الاتحاد السابق يقولك لا ده احنا مش عارف ايه ويجي يطلع حد يقولك ايه ده صراحة يعني احنا بننفي المسئولية مش بنحل مشكلة هي دي النقطة ونفس القصة للأسف السديد احنا وزارة السباب والرياضة اتمنى يكون لها دور فعال الفترة الجاية اكتر من كده بكتير يعني للأسف السديد في ملفات فساد كتيرة جدا بتوصل لوزير السباب والرياضة وما فيس اي قرار بيحسن يعني انا مش عايزة سعب الامور مش في كرة القدم بس يعني احنا مثلا في اتحاد زي اتحاد السلود لما يطلع قرار ان الاتحاد السلوده ما فيس جمعية عمومية تعمل ويطلع وزارة السباب والرياضة عسان وعيس الاتحاد صاحبه يقول لك لا اعمله لا ده كلام برضو تعمله جمعية عمومية وتعمله جمعية عمومية لان احنا ما عندناش معلومة بالحديث لا انا معايا صور ومعايا مستندات انا ممكن نبعثها لكم لكن ده مش موضوعنا عمتا الحاجة الاكيدة ان كرة القدم المصرية لا تستحق اللي احنا بنتكلم عليه ومفروض ان احنا نكون في مكانة تانية واحنا بنتكلم ذعل اللي احنا بنقوله ده ان احنا نفس المنتخب يكون موجود في كنفكاس العالم احنا مش اقل من اي منتخب تاني احنا مفروض نكون رقم واحد عربيا وافريقيا لكن فين ده احنا لازم انفعس ان انا اغمد عيني كده واقول لا احنا كويسين احنا الابطال احنا احنا لا ماينفعس احنا لازم نقول لا فيه اخطاء لازم نحط رجلنا في الطريق الصح لازم نبدأ من الصفر احنا دلوقتي حاليا موصل نص الصفر للم يكون فيه تعديل وتغيير في المنظومة الرياضية كلها عشان نلاقي منتخب يشرفنا ودلوقتي احنا قدامنا فرصة حلوة دلوقتي المنتخبات العربية في كاس العالم يعني احنا لفتنا النظر لا لابقى فيه منتخبات عربية تونس بقيت بتكتب طب انا عندي السؤال يا سيد محمد لو احنا سريعا هنتكلم عن اللعيبة دلوقتي تحديدا سبنا من النظام اللعيبة هل مشكلتنا مثلا في ان اللعيبة بتاعتنا البعض منهم بيفتقر ليه فكرة الفكر الاحترافي يعني هل ممكن الاعارات المختلفة تساعد اللعيبة بتاعتنا أساك تتكلم منتخب مصري يعني نوادي مختلفة أساسها الأهل وأساسها الزمالك خلينا نبقى متفقين ده أساس أو يعني عماية أي منتخب جوة مصري يعني منتخب المصري فهل احنا مشكلتنا في فكرة ان انت تبعت اعارات يحترفوا أكتر ياخدوا الخبرة بتاعت النوادي الدولية والعالمية خليني أفهم أنا عايز لقول لك هو مين الاندية اللي بتدي الفرصة دي النادي الأهلي قول ليلي نادي مع لسن نستبعد النادي الأهلي يعني النادي الأهلي كان نطلع المغربي أعارة بره وخد الخبرة الدولية اللي خليه في الاندية أوروبية ولا عديد من الأسماء لأ تعالي بقى نستبعد النادي الأهلي أكيد المنتخب مثل النادي الأهلي بس يعني هو احنا خلينا نتفل النادي الأهلي هو الحاجة الوحيدة النادي الوحيد اللي بينفذ ده على أرض الواقعة لا خلينا نستبعد بقى النادي الأهلي على جنب مين الأندية اللي بتسمح بحاجة كده مفيس ليه ما بتسمحش برضو لسبب واحد لأن تعالي أحد الأندية أنا مش عايزة أذكر أسماء أندية لكن عايزة أقولك أسماء أندية كتيرة موجودة قطاعات الناشئين بتاعتها كلها ابن فلاني الفلاني ابن علاني العلاني ابن نجم مش عارف مين يعني احنا عندنا مشكلة في الناشئين قطاع مثلا في أحد الأندية ألفين وتسعة تحديدا أنا بحدد القطاع ألفين وتسعة فأحد الأندية الكبيرة كلهم بما فيهم من الاحتياطي أبناء لعبين طيب تعالي بقى موضوع كبير لأننا كده الوقت خلينا نرجع للمونديال نرجع للمونديال نرجع للمونديال حتى لا نلاقي نفسنا بخلنا لا أستطيع تتكلم برضو يعني زي ما بتقال كده على مسؤوليتك لأن أنا معديش معلومة أقدر أنا وكريم نطلع نقول على أساسها هذا الكلام أنا عندي اختراح خش بينا تاني على بطش النهاردة نرجع للمنتخب فرنسا ومنتخب المغرب طبعا أنا سايف أن اللقاء إن شاء الله مش هيكون سهل ومس عملية نجزها للمنتخب فرنسا زي ما البعض مصور المنتخب المغربي منتخب كبير النهاردة يعني سمعنا أخبار كويسة إن سايس هيرجع وأكرم هيرجع من الإصابة طبعا كان الحكم في اللقاء الأخير بتاع البرتغال عمل يعني خدم أنا سايف المنتخب المغربي وخدمنا احنا كمان لما طرد سريدة للأسف السديد طبعا الحمد لله سريدة مش هيلعب المباراة دي والمباراة الجاية اللي هي لتحديد المراكز أو سواء المغرب تاهل النهائي طبعا يعني هيأكيد المباراة هتكون صعبة طبعا المنتخب الفرنسي برضو عودة الإصابات عندهم تاني دي بو راجع تاني وده من أخطر للعيبة برضو فرنسا نتمنى النهاردة إن كريزمان ما يكونش في حالته ويمبابي ما يكونش في حالته أنا عايزة أقول لحضرتك إن ألزلي الشارع المصري وقت المباراة تمام وتفرجي على الجمهور المصري فأحد المولاد أنا لقي مليوني قاعدين بيتفرجوا على مطس المغرب وبيشجعوا والله أقول لحضرتك نفس الأمر في المغرب يعني ما تفرقش يعني أنا كان ليه أصدقائي صحفيين مغربة وناس كتير بيصوروا لي بيبعتوا لي فيديوهات يعني الوضع هناك في المغرب عارف الحالة اللي إحنا كنا وصلين لها في أمم أفريقيا الروح اللي إحنا كنا فيها وكان عندنا ده موجود موجود في المغرب الناس كلها هتتفرج على المطس فين لا ده بقى فيه تجمعات كمان وعند الأستاذ مركب محمد السادس برضو عاملين شاشات وفيه تجمعات غير عادية أصل حدث استثنائي خلي بالك اللي إحرم نتكلم عليه ده حدث جلل بالمعنى الحرفي وغير مسبوق محدش فينا على اختلاف أعمارنا حضر ده قبل كده في أي نسخة سابقى الكسر العالم فحقيقي حدث استثنائي وبطبيعة الحال لازم يبقى برضو يعني متابعة الناس واهتمامها لازم برضو كمان وهي حدثك على حاجة القصة مثل المغرب كمان دلوقتي بس يعني فوز السعودية على الأرزنطين طبعا تونس فازت على فرنسا المغرب فازت على بلزيكا يعني فيه تبوهات بتتحطى فبقى فيه خلاص انت خريطة القرى عندك بدأت تتغير بس أهم حاجة العقلية اللاعب العربي تتغير لو العقلية دي اتغيرت احنا لا نقل عنهم بالعكس احنا افضل منهم في حاجات كتيرة وكلنا شفنا في تنظيم يعني لو هخرج عن سياق الكرة شوية في تنظيم المنديال قطر كلنا شايفين ان قد ايه بين العرب ان احنا ناس رقيين وناس كويسة وبين ان احنا فكرنا كويس وفكرنا حلو يعني ياريت ياريت يعني اللي حصل ان بعض بغض النازع عن إعلام الغربي واللي هما كانوا بيسلطوه لكن روح سوف الجاليات نفسها الناس الأجانب اللي رجوم شافوا قالك احلى تنظيم احسن حاجة انا شايف ان ده مكسب كبير كمان جدا جدا يغير عقلية الاوروبي ناحية اتجاه الدول العربية او ان احنا نخرج بمعنى صح عن الفكر بتاعنا ان هما يجيبوا العربي في شورة جمل وجلبية لا احنا الحمد لله ناس متقدمين وناس رقيين الدول العربية كلها بلا استثناء نفس السيئة كلام محترم جدا وانا حقتم حضرتك برضو الفقر دي فاضل تقريبا ثلاث دقيق حابة اتكلم عن عقلية اللاعب لان دي نقطة عجبتني جدا لو هنقول فروقات في نقاط سريعة ما بين عقلية اللاعب العربي وعقلية اللاعب الاجنبي او الدولي عقلية اللاعب الاوروبي في التدريبات يعني عنده حاجة اسمها التدريب تدريب وعلاقاته الخاصة لها وضع تاني احنا عندنا للأسف بنخلط الأمور مع بعض بمعنى صح تلاقي اللاعب يصهر يعمل يسوي وتلاقيه جاي مش قادر يلعب كرة تانيون ده عقلية موضوع برضو نفس القصة موضوع اللاعب نفسه في الملعب انا عندي طموح ان انا اخد كس العالم هل ده موجود فكر اللاعب بتاعت المنتخب العربي لا انا بفضل اقول منتخب عربي ما بقولس المغرب تمام مش موجود عندنا يقولك لا الحمد لله احنا وصلنا كده احنا انجازة ما وصل لوس اي نادي عربي طب ليه لا انا مش عايزة خلصة مقارنة في النادي العربي لا انا عايزة احنا ليه ما انحقاش الانجازة على سعيد اوروبا هارجع لنقطة النادي الاهلي احنا دلوقتي في النادي الاهلي في كاس العالم الاندية لا احنا عايزين ناخد البطولة البطولة الجاية هناخدها ان شاء الله ده الفكر ده الصح ده هو الروح اللي عند اللعيبة ان احنا ننفذ احنا مش اقل من اللعيبة دي احنا كلنا شفنا الاهلي كان بيمسك بالمراس وبيمسك اندية برازيلية وبنكسبها بنعمل معها مباراة كبيرة واحنا اللي بنمقى متصدرين والكرة تبقى معنا طب ما يقلم ملوك السامبا البرازيلية اذا فاحنا مش اقل منهم صح لكن احنا فكرنا هنجي نبص على التمرين اوروبا بيجروا تلاتين كيلو احنا هنا عندنا اللعيب للأسف يقولك ايه حلو سبعة كيلو يعني الحمد لله لا يكون حمد انده انت جاي حاولنا حضرتك على حاجة خلينا نتفق ان الملف ده كبير جدا جدا ومهم في نفس الوقت احنا حنخلص الموانضيات خلاص يوم الحد الجاي خلينا يعني حيك نزبط معاك كده يوم تجيلنا ونتكلم في الملفات دي بقى براحتنا لان مهم ان احنا نتكلم ونشير للنقاط حيك بتقولها دي بس يعني باستفادة شكرا لك سيد محمد نورتنا ودعواتنا يعني بلغ المدام لدعوات كل المصريين اكيد وقلوبهم مع المنتخب المغربي اكيد طبعا انساء الله هتلاقي وضع تاني جدا هتلاقي نفسك دي ما مغرب طيب احنا هنطلع فاصل سريع ويعمل اثناء هذا الفاصل هنتابع مع حضراتكم مجموعة لقطات كده من زيارة الاتحاد الدولي لكرة اليد ونشوف ايه اللي حصل ونطلع فاصل ونرجع نستقبل بقى ضيفنا في تاني واخر فقرة تاني حوالي اتفضل اتفضل اشتركوا في القناة